وزيرة الصحة بتقول توفير الأكسوجين بكميات أكبر لموجة الموجة الثانية من كورونا وده حاجة كويسة جدا لأن طبعا أنتم عارفين لقدر الله اللي بيبقى حتى الحالات المتوسطة دلوقتي بتحط على أجهزة أكسوجين وإحنا جينا في فترة كان الأمر صعب جدا في الموجة الأولى كان الأمر صعب جدا فكرة أنابيب الأكسوجين دي كانت فكرة صعبة جدا وبنقعد نكتب على الصفحات بتاعتنا محتاجين محتاجين فواضح أن وزارة الصحة مستعدة يعني بشكل كويس وربنا يا رب يبعد الشر عنكم ما يحتاجش حتى اللي يتصاب ما يحتاجش لمرحلة الأكسوجين لأن هي مرحلة صعبة جدا ومرحلة بيشعر فيها الإنسان إنه هو حياته بتخلص يعني فأرجوكم يعني نخلي بالنا ومرة تانية وعشرة ومية ومش هنزأ كل يوم إن احنا نقول لكم لا الموضوع مستاهل الموضوع مستاهل إن احنا نخلي بالنا حرام حرام نبقى الفاكسين قرى بيجي بعد شهر ولا حتى بعد 8 ولا 9 شهور وحياتنا تضيع ونفقت حد من حبيبنا في الموضوع ده أنا شايف يعني ناس كتيرة كاتبة حتى فيه شباب بتروح وفيه أطفال للأسف للأسف فيه طفلة لسه سبع سنين محجوزة في مستشفى ومحطوطة على الأكسوجين عشان مش قادرة تتنفس فحاجة صعبة جدا إن واحد تشوف حبيبه في الصورة البشعة دي ربنا يا رب بيبعد الصورة دي عنكم وعن كل حبيبكم فاحنا نخلي بالنا عشان ما نندمش وكمان اللي يحس بأي أعراض في الأول وده بنقوله كل مرة ويعني السادة الأطباء ضيوفنا اللي بيقوا معنا هنا في صباح النور دايما بيقولوننا لو حسيت بأي أعراض إلحق نفسك في الأول بلاش تتعامل معنا على إنه ده دور برد عادي وتستهتر وتاخد من نفسك كده أي حاجة لكن بسرعة كده طبعا الأطباء أو الدكاترة الصيدلانين في الصيدلات الوقت يبقى عندهم برضو خبرة ممكن يدي لك إيه الحاجة لتسعيفك أو تلحقك وده من وقع بروتوكول العلاجي بتاع وزارة الصحة شكرا